بكل تأكيد تكامل والتنصيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة في دعم ملف الرعاية الصحية للمواطنين في كل المحافظات باين جدا ومترجم الحقيقة على أرض الواقع خلال السنوات اللي فاتت ده من خلال مبادرات وقوافل طبية وخدمات صحية قدر يستفيد منها المواطنين خلينا نروح مع حضراتكم لقراءة واضحة عن هذا التكامل مع ضفنا في الستوديو دكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وأستاذ جراحة الكلة صباح الخير على حديك يا دكتور نوارنا في صباح الخير صباح الخير يا فندي طيب دكتور يمكن على مدار سنين فاتت واللي كان متعارف عليه أنه كان بيبقى فيه جهود فردية أو جهود منفصلة من جانب المجتمع المدني بتكون فيه ملف الصحة لو هنتكلم عن ملف الصحة بالتحديد بتكون جهود يمكن مش عشوائية ولكن ما بتبقاش متطبقة بالزبط مع احتياجات المواطنين في أي منطقة أيا كان لها يتوجهوا لي وطبعا الدولة كمان كانت بتقدم الدعم وجهود للمواطنين ما كانش فيه فكرة التكامل بين الجهتين أهمية هذا التكامل وإزاي ممكن إن هو يطبق طيب خلينا بس ناخد من كلامكم ونبتدي الأول بمفهوم توزيع أو فلسفة توزيع الرعاية الصحية على مستوى العالم أو الفكرة بتتم إزاي الرعاية الصحية هي حق أصيل لأي مواطن في أي دولة في العالم والحكومات والدول ملتزمة بتقديم هذه الرعاية الصحية المفروض الأساسية بشكل كامل والثانوية والثالثة أو المستوى الثالث يعني بمواصفات خاصة وبشكل معين اللي بيحصل إن ما فيش دولة في العالم بتتمكن من إيصال الرعاية الصحية بجودة مرتفعة بتوزيع جغرافي سليم على مستوى العالم كله ده ما بيحصلش وما ينفعش يحصل العالم كله بيحتاج لمنظمات اللي هو الـ NGOS أو منظمات المجتمع المدني الغير هدفة للربح للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية وبيتم نوع من أنواع التعاون أو التكامل بين الحكومات وبين منظمات المجتمع المدني في تقديم هذا النوع من الرعاية الصحية وفي توزيعها الجغرافي الكلام ده ما كانش موجود في الدولة المصرية من 30 سنة مثلا لما ابتدت منظمات المجتمع المدني تهتم بقطاع الرعاية الصحية وده يعني نرجع ما نقدرش ننكر فضل كينات كبيرة حصلت من 20 سنة مثلا ومن أكتر أفكار ظهرت زي مثلا المستشفى 57 زي مركز الدكتور مجد يعقوب وغيرها 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 من المراكز اللي زي دي ابتدى يبقى فيه المفهوم ده يظهر عند الناس المفهوم ده تدريجيا يبتدى يتطور ممكن نكون شفنا يعني أفضل تطور لي في احتفالية سيادة الرئيس مبارح اللي المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لأن هذا التحالف ابتدى بقى يجمع كل مقدمي الخدمات مش شرط بس صحية على مستوى الجمهورية فيه تحالف واحد لنوع من أنواع تعزيز دورهم وتقديم ما هو أفضل عن طريق التكامل فيما بينهم على مستوى الرئيس صحية تحديدا لا يمكن فصل الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني ووزارة الصحة أو المستشفيات الجماعية عادة بيبقى فيه تنسيق في نوع الخدمة وفيه التوزيع الجغرافي للخدمة يعني فيه خدمات معينة بتبقى خدمات دقيقة جدا أو متخصصة جدا عادة منظمات المجتمع المدني بتتم على فكرة أنا حابب بس أزود أن الدولة مثلا زي الولايات المتحدة الأمريكية الدولة أو الحكومة بتنفق حوالي 68% لا 64% من الانفاق على الصحة الدولة بتتكفل به الباقي منظمات المجتمع المدني تبرعات يعني الأمريكا فيه أكتر من 36% من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين الأمريكان المقدمة من منظمات المجتمع المدني فأحنا مش بنعمل حاجة جديدة هنا احنا بنقدم شكل التعاون أقصد احنا بنقدم قادة البيانات وبنساهم بالتبرعات وما يكون بالخدمة هي وزارة الصحة أو مستشفات الجماعية لا 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 هو اللي بيحصل هنا الآتي اللي بيحصل لأن منظمات المجتمع المدني بتبتي تنشئ كيانات صحية تقدم بها خدمة طبية موازية ومكملة بمعنى أنا عندي دايما المسألة الأقرب بالنسبة لي 57 لأنها قدم حاجة وموجودة أنا عندي معاهدة الأورام كان بيقدم خدمة علاج أورام الأطفال بشكل واضح جت 57 قالت أنا هقدم علاج أورام الأطفال بشكل متميز وبشكل مجاني وعن طريق التبرعات وبالتوازي مع معاهدة الأورام هل معاهدة الأورام قفل? هل معاهدة الأورام توقف عن قبول الطلح للأطفال? لا بس هنا أنا بقدم درجة معينة أو نوع معين من الخدمة بجودة عالية جدا وبالتكامل مع المكان اللي كان موجوده بيقدم الخدمة ده اللي المفروض يحصل على المستوى الجمهورية احنا مش قادر اقول ان احنا وصلنا للمستوى المتميز المية في المية لان فيه جزء كبير جدا من التكامل محتاج الكثير من التعاون بين الطرفين يعني محتاج ان المنظمات دي هي تبادر انها تروح للوزارة الصحة مثلا او ان المنظمات دي برضو تبحث جغرافيا عن اماكن ما فيهاش الخدمة دي بشكل كبير او فيه صعوبة في ايصال الخدمات وتكمل بقى اللي بتقدمه الحكومة في الاماكن اللي زي دي يمكن هي جغرافية التوزيع دي الحاجة اللي لازم يبقى فيها تركيز للفترة قادمة من وجهة نظري طيب فكرة دعم البرامج الصحية زي ما حضرتك قلت فيه بعض الاماكن بعض المناطق يعني لسه موصلش الخدمة الصحية او ملف الصحة فيها لسه موصلش لا كما يجب ان لشكل المطلوب او كما يجب ان تكون الخطة نفسها عشان نقدر ندعم الجامعات الاهلية ونقدر نخليها توصل لهذه الاماكن والمناطق محتاج زي ما حضرتك قلت تكامل جهود وتعاون بس نفس الوقت كمان محتاجة انه يعني وزارة الصحة كمان او شخص مؤهل طبي يعني عنده الخبرة الطبية اللي يقدر مثلا يقرر المنطقة دي محتاجة كذا الامراض اللي ممكن تكون موجودة فيها كذا هل ممكن نشوف مثلا ممثلين من مثلا وزارة الصحة في المؤسسات المدنية اللي حابة تساعد لو هم طالبوا ده مثلا ده طبعا المفروض يكون موجود بس هو خلينا نقول برضو حاجة اولا فكرة توزيع للرعاية الصحية بشكل غرافي او بنقول عليه بشكل فدرالي يعني اللي هو التوزيع كان سيادة الرئيس من حوالي سنتين في احد اللقاءات اشار الى ان فكرة التوزيع العادل للرعاية الصحية وان المريض اللي في اسيوت لو مقدرتش اقدم له الخدمة الطبية اللي ممكن نقدمها له في القاهرة يبدأ تمييز وده غير مقبول الكلام ده كان بكلام سيادة الرئيس نفسه وده اللي احنا كلنا بنسعى اليه فكرة ان يكون في خدمة بجودة عالية على كل مناطق الجمهورية وده اللي انا دايما بأصر عليه حتى في التعاق يعني وانا بتكلم مع اي حد من وظمات المجتمع المدني او اي حد او بتكلم مع اي حد من قيادات وزارة الصحة اعتقد ان هذا التكامل سهل جدا يتم الوزارة الصحة عندها خريطة دي موجودة خريطة لتقديم الخدمات اللي هي بتقدمها والخدمات اللي بتقدمها المستشفات الجامعية اللي هي مكملة لوزارة الصحة والاماكن اللي ممكن يكون فيها عجز في سواء الاتاحة او في الجودة الاتنين دولة الوزارة عندها الخطة دي الخطة دي المنظمات المجتمع المدني دورها بقى انها تروح تطلب الخريطة او تقول لهم انتم عايزين نعمل لكم فين الازمة الاساسية ان معظم المستشفيات او المراكز الصحية المقدمة من المجتمع المدني معظمها بيبقى في العاصمة او حواليها لكن المناطق الجغرافية بعيدة شوية عن العاصمة ما بتبقاش تاخد نفسها ولو ان مثلا فيه جمعيات زي الأرمان بتادي تفتح في الصعيد بقى فيه شفها الأرمان وفيه في الأقصر وفيه في أسيود دلوقتي وفيه كثير من المستشفيات بتفتح في الصعيد محتاجين بقى الكلام ده يتم بشكل أوسع وانا اعتقد ان وجود كيان زي التحالف الوطن للعمل الاهلي التنموي هيساعد بشدة في انجاح هذه الفكرة او انجاح هذا التكامل بشكل كامل عظيم احنا كلمنا عن مراكز عن مستشفيات يتم افتحها فيه محافظات سواء فيه الأقليم او فيه محافظات وجه إبلي لكن كنا عندنا نكلم حضرتك عن القوافل القوافل الطبية اللي بتقوم بيها منظمات المجتمع المدني هل فيه قوافل بتقوم بيها خلال الفترة اللي فاتت وطبيعة التوزيع الجغرافي ايضا لهذه القوافل طبعا القوافل دي حاجة دائما مستمرة ليجاد نتيجة سريعة احنا دائما اي بلان في الدنيا بيتعمل بيبقى عنده فيه حاجة اسمها short term plan و long term plan long term plan ان انا يبقى فيه عندي استدامة للخدمة اللي موجودة في المنطقة الفلانية لكن short term plan هي عبارة عن قافلة انا ببعث مجموعة من الاطباء المتخصصين في منطقة معينة بتعمل مسح وبتعمل كشف وبتقدم علاج وبتقدم وبتشخص وبتحدد الحالات اللي محتاجة تتنقل من المكان ده لمكان محتاج tertiary care center يعني او مستوى رعاية ثالث او مستوى رعاية متخصص وبتتعامل معها بعد كده كلام ده بيتم من معظم تقريبا الجامعات الاهلية بتقدم هذه الخدمة واعتقد انها اي مبدور كبير جدا خاصة برضو في الاماكن اللي بنقول عليها في اطراف الدولة المصرية يعني فيه حاجات بتروح لحد السلوم وفيه حاجات بتروح في سينة وفيه حاجات بتروح في الجنوب لغاية اسوان وده مستمر يعني انا شاركت في اكتر من قافلة انا طبيب اصلا فشاركت في اكتر من قافلة كطبيب وساهمت في خروب اكتر من قافلة والكلام ده بيكون ما فيش تقريبا منظمة مجتمع مدني في مصر ما بتساعدش في كده طيب دكتور زي ما حضرتكت بتقول احيانا بالفعل بيكون فيه جمعيات ولكن صغيرة بعض الشيء يعني فيه المناطق البعيدة او القرى البعيدة او في الصعيد او 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 وحتى يمكن امكانياتها كمان بتكون بسيطة لكن في نفس الوقت بيكون مثلا البيانات عندها عن المنطقة دي بتكون متغفرة فسؤيل حضرتك ازاي ممكن مثلا ندعم او يبقى فيه تعاون على سبيل المثال او نتكلم في الملف الصحي تعديدا دعم الهدي الجمعيات من وزارة الصحة مثلا لانها عندها البيانات بالفعل ومتواجد على ارض الواقع هناك ينقصها الدعم الطبي للناس الموجودة هناك المحتاجين الموجودين هناك انا بشكر حضرتك على السؤال ده طبعا السؤال ده مهم جدا لان حضرتك معناه ان حضرتك فيهمتي اللي انا بقوله كويس جدا وبتحاولي فعلا نطبقه بقى بجد بصراحة شديدة جدا لو كل واحد عنده جمعية ميزانيتها محدودة وحب يعمل حاجة وراح للوزارة الوزارة مش هتخلص يعني انا برضو خلينا نتكلم بالمنطقة الحل الوحيد هو في التكامل بين الجمعيات وبعض في البداية عن طريق التحالف يعني التحالف الوطني لعمل اهلي التنموي اعتقد انه نافذة جيدة جدا لكل الجمعيات منخفضة الساعة مش عايزين نقول ان هي صغيرة منخفضة الساعة او محدودة الامكانيات انها تتكامل خد بل حضرتك في مبدأ في الاقتصاد حتى وفي الدنيا كلها مشهور جدا ان يعني لو هشتري وان يونت باي وان باونت بس انا ممكن بفايف باونت اشتري سيفن يونت مشتريش فايف يونت فانا لو جمعت هذه الجمعيات مع بعضها انا هقدم خدمة اعلى من اللي بتقدمه كل الجمعيات منفردة لان ببساطة هذا التكامل هيساعد بعدم تكرار تقديم الخدمة في نفس المكان عدم بالضبط عدم توفير الوقت حتى للنزول والبحث الميداني وقته الجهد والدكاترة والمسح والداتابيس بتفرق جدا المعلومة اهم سلاحة فانا اعتقد ان التكامل عن طريق كيان مثلا زي التحالف ممكن يؤدي الى نتائج جميلة جدا احنا بنشوف في مبارح المؤتمر الاول للتحالف احنا بنتكلم في سنة واحدة تقلم في سنة كمان اه يعني مبارح تم عرض امام سيادة الرئيس ان تقريبا خمسة مليون تم يعني مواطن يعني حصل لهم افادة او استفادوا من خدمات مقدمة من الجهات المشاركة في التحالف وده يعني رقم احنا بنتكلم في دولة ميت مليون في خمسة في المية منهم استفادوا في سنة واحدة تخيلوا بقى بعد خمس سنين من دلوقتي ممكن نكونوا وصلنا الخدمة مش هيكونوا خمسة وعشرين مليون احنا ممكن نوصل لخمسين مليون صحيح لان ال كمان وصلنا لشكل خلاص منظم اكتر وانا اقساس وانا عرف نتحرك بزرط بزرط كل شوية الناس بتبني معلوماتها وبتبني كيانها وبتتعلم كمان عظيم احنا بدأنا من 30 سنة كانت الحكومة فقط هي اللي بتقوم بكل هذه المجهودات بعد كده بدأت منظمات المجتمع المدني لكن كانت بتعمل بشكل منفرد عملنا التحالف في 24 منظمة في امكانية لزيادة هذه المنظمات خلال الفترة القادمة بكل تأكيد ده هيكون لي انعكاسات وعلى كل القطاعات وفي القلب منها طبعا القطاع الصحي يعني اتكلم حضرتك عن دور حضرتك تحديدا بقى كعضو لمجلس الشيوخ او عضو في لجنة صحف مجلس الشيوخ ما الذي تقدم هذه اللجنة لمنظمات المجتمع المدني في هذا القطاع المجلس في اساسه او في فلسفته اصلا هو مجلس تشريعي استشاري الهدف من الموضوع ان احنا دراسة القوانين المنظمة احنا كل القوانين المفروض ان احنا لو فيه اقتراح لقانون معين لتنظيم العمل للمجتمع المدني ومساعدته احنا مش هنتردد في كده تماما بالعكس احنا كمان بنقدم الاختراحات بمشروعات القوانين ده حاجة من دورنا يعني ان مشروعات القوانين الجديدة احنا بنقترحها وبنقدمها المجتمع المدني في الوقت الحالي بالقانون الجديد بتاع وزارة التضامن اللي صدر على منظمات المجتمع المدني أنا شايفه جيد في مجموعة مش شايف فيه مشكلة خالص محتاجين بس اللواقع التنفيذية بتاعته وممكن يكون فيها بعض الملاحظات عليها ودي سهل جدا تعديلها يعني أما على مستوى الدعم الشعبي والمجتمعي فإحنا موجودين يعني إحنا كل منظمات المجتمع المدني ما إحنا كلنا أصلا بننتمي لمحافظات وبننتمي لدوائر فكلنا بنساعد منظمات المجتمع المدني في أماكننا يعني كلنا موجودين جنبها بنساعد بالداتابيز اللي عندنا من بلادنا أو من دوائرنا بنساعد بالدعم المعنوي حتى لو الدعم المادي محدش بينا بتأخر كل أعضاء المجالس النيابية ده دور أساسي من دورهم وأنا ما اعتقدش أن فيه عضو مجلس نيابي على مستوى الجمهورية ممكن يتأخر مع منظمة مجتمع مدني حبة تعمل نشاط في دايرته دي حاجة يعني هي بتضيف ليه وبتساعده وبترفع من مستوى الدايرة اللي هو بيمثلها ودي حاجة في الآخر بتصبح في صلح لا أكيد طيب شايفي فاندم ايه التسهيلات اللي ممكن تقدمها الحكومة مثلا عشان تدعم دور الجمعيات الأهلية أكتر وتدعم وجودها كمان بشكل أكبر في مجال الصحة أعتقد أن اللي حضرتك ذكرتي أن يكون فيه ممثل من وزارة الصحة في سواء مجلس الأمنة أو مجلس أو أعضاء مجلس الإدارة في الكيانات الصحية اللي منشأة من منظمات المجتمع المدني كلها ده هيبقى مهم جدا لأنه هيساعد بشكل كبير على الاطلاع على الخدمة المقدمة أنا مش عايز أقولك حتى يمكن يعني لو فيه جودة معينة بتقدم والوزارة تملك أنها تعمل زيها التنافس دائما في صالح الجودة طبعا فلما لوزارة تبقى عينها دائما معاهم ويديهم في أدين بعض ما يبقاش الموضوع لا أنا هاخد المريض ده أو أنا بقدم أحسن منك وأنت بتقدم أحسن مني لا أنت بتكملني على فكرة توزيع الخدمات الصحية عادة في العالم كله إحنا مش هنختلع العجلة هو موجود فيه هاب وفيه عدد كيلومترات معين هاب يعني مركز كبير يعني وعدد كيلومتر معين هو بيغطيها وبعدين فيه مركز رعاية أولية على أطراف هذا الهاب وبعدين فيه هاب تاني والمفروض أن الخطة دي موجودة فأنا لو شغل بالطريقة دي خلاص الحتة دي متغطية بمستشفى مش تابعة للوزارة الخطة دي متغطية بمستشفى تابعة للوزارة الخطة دي حتى متغطية بمستشفى قطاع خاص والتأمين الصحي الشامل المفروض أنه بينتشر وبعد شوية مستشفى قطاع خاص نفسها هتقدم خدمات تأمين الصحي الشامل وخلاص يعني مش هنبقى محتاجين ان انا اروح لا استنا معايا فلوس اروح اتعالج على حسابي وما معيش فلوس اروح اتعالج في مستشفى خاص كله هيبقى مع بعضه في منظومة واحدة يعني صحيح تتكلمنا عن دور هذه المنظمات سواء في القوافل او في المستشفى في تقديم خدمة علاجية وخدمة طبية لائقة ومناسبة لكن عايزين نتكلم عن الوعي الصحي دور هذه القوافل وهذه المنظمات تحديدا في رفع الوعي الصحي لدى المواطنين سواء في المجتمعات الريفية او في المحافظات الحدودية زي ما كنا بنكلم دلوقتي طبعا دي حاجة مهمة جدا ومش بس دور المجتمع المدني ده دور كل الناس اللي تقدر تقدم هذا النوع من الوعي خبال حضرتك الكلمة الزهبية بتاعتنا الوقاية خيرو من العلاج هي فعلا مش حاجة يعني مش كلمة وبس احنا فعلا لو قدرنا نوصل او نرفع وعي معين خاصة في الريف احنا بنقي من امراض كتيرة جدا وزي ما يعني ممكن كلنا لسه فاكرين ايام كوفيد وايام العزل احنا كانت مشكلتنا الاساسية هي الوعي احنا مش مشكلتنا الالتزام بالكمامة قد ما مشكلتنا الوعي باهمية الكمامة نفس الفكرة في الحاجات اللي زي دي في امراض كتيرة جدا امراض سريع يمكن الوقاية منها بجزء من الوعي في فاند كتير جدا ممكن يتوفر لو ادركت او وعيت الناس بمخاطر مثلا الفشل الكلوي او بالحاجات اللي ممكن تؤدي الى الفشل الكلوي وبالتالي عدد الناس اللي هاجلوا من فشل الكلوي هائل وبالتالي الانفاق على الفشل الكلوي هائل بشكل كبير جدا انا شايف ان الوعي الصحي او ان الحملات التوعية الصحية لا تقل اهمية عن تقديم الخدمات الصحية بشكل مباشر او الخدمات العلاجية ده مش بس كده كمان ده انا رأيي ان المفروض ان تطلع قوافل بس للتوعية كان زمان عندنا حاجة اسمها الزائرة الصحية بتنزل القرى دي كانت المفروض ان كانت شغلها الاساسي توعية على فكرة ماشي بس يعني كانتش بتؤدي الوظيفة دي بشكل كامل انا اتمنى في عودة هذا يمكن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد فيه نظام طبيب الاسرة طبيب الاسرة ده جزء من شغله هو التوعية بالمخاطر الحاجات المعينة مخاطر الاكل مخاطر الشرب مخاطر ادوية معينة مخاطر تعاطي اي حاجة مخاطر عدم ممارسة رياضة الكلام ده لازم يتم ولازم يتم بشكل مستمر التوعية دايما العملية مستمرة بكل تأكيد يعني زي ما هداكوا تتكلم يا دكتور الحقيقة فكرة هذا التكامل هو اصال الهدف الاساسي منه هو ايصال الخدمة الطبية لكل مواطن ولكل من يحتاجها الفكرة ازاي توصل توصل بجودة عالية باقل يمكن محن نتكلم على اهدار الوقت اهدار المجهود اهدار حتى المجهودات الطبية اللي بتقدم كل دي قليات لكن في الاخر هو الهدف ايصال الخدمة بجودة عالية جدا للمواطن بشكر حضرت جزيل الشكر دكتور محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ واستاذ جراحة الكورينا ورتانا في سبع الخيام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة